هذا في أول حلقة معايا هيكون معايا إعلامي كبير له محبيه في جميع عنحاء مصر والوطن العربي الكابتن أحمد شبير اختلفت معاه كتير قوي في أشياء كتيرة جدا اختلفت معاه في أمور كثيرة جدا واتفقت معاه في بعض الأحيان جاء الوقت كلنا كأعلاميين رياضيين أن نكون يدا واحدة من أجل نبس التعصب ومن أجل إلغاء الألفاظ الخارجة ومن أجل أن يكون انتماءنا للخبر والحقيقة بغض النظر عن انتماءنا للأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو الاتحاد أو المصري تعالوا كلنا يكون انتماءنا كأعلاميين رياضيين للحق والمعلومة الصحيحة وعدم اللعب على المشاعر والبعد عن المصالح الشخصية واحترامنا جميعا لبعض كأعلاميين من هنا كان وجود كابتن أحمد شبير قاقيمة إعلامية كبيرة نشوف اللي جاي بكرة هيكون فيه إيه؟ هيكون فيه معانا تليفونات من كل الإعلاميين الرياضيين في مصر وهيكون من هنا دعوة لكل الإعلاميين الرياضيين من خلال دعوة كابتن أحمد شبير ودعوتي لعشاء لكل الإعلاميين الرياضيين حتى نبدأ صفحة جديدة ونبدأ دوري جديد ونبدأ كرة قدم مصرية جديدة ونكون دائما متحابين ولسنا مختلفين إن اختلفنا فنختلف على الخبر أو على المعلومة الصادقة ولا نختلف على المصالح الشخصية إن أيدنا فنؤيد من هو في نظرنا الصالح العام وصالح الرياضة في مصر دخلين على أولمبياد دخلين على دوري جديد دخلين على دوري المجموعات نتمنى عودة الجماهير نتمنى أن نرى جماهير مصر بمختلف انتماءاتها في الملاعب المصرية نتمنى أن نرى مباراة الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي يوم 22 يوليو ملحمة ما بين جمهور مصر العظيم بمختلف انتماءاته الأبيض والأحمر تعالوا نروح لعيلة من الشعب المصري إخوات وأخت